في مشهد الرأسي لهذا المعرض التقني الابتكاري تتجلى ابتكارات عدة لشباب جامعي يحاولون التغلب على صعوبات حياتهم داخل غزة من خلال الابتكارات فهذا تعديل تقني أحدثه هذا الفريق الجامعي على ألواح الطاقة الشمسية المولدة للتيار الكهربائي فمن خلالها يمكن للألواح أن تتبع الشمس أينما تحركت بهدف تخزين أكبر قدر ممكن منها منذ شروق الشمس حتى مغيبها فوق قطاع غزة الذي يعاني من أزمة انقطاع التيار الكهربائي بسبب انقطاع التيار الكهربائي المتواصل في قطاع غزة فنستخدم الطاقات الشمسية ولكن الطاقات الشمسية التي لدينا في القطاع لا تأخذ كل مساحة ظهور الشمس من الشرق للغار فنعملنا بفكرة أن الألواح الشمسية متحركة نخذها من طلوع الشمس لغروفها في هذا المعرض الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم العالي في غزة أكثر من 100 مشروع تقني ابتكاري إبداعي من طلبة الجامعات والكليات في القطاع هذه المجالات جديرة بالاهتمام جديرة بالمتابعة كثير من الصعوبات التي واجهت هذه المشاريع وخاصة عدم توفر الإمكانات والقطع وإغلاق المعابر مما أدى إلى صعوبة إنجاز هذه المشاريع والتكلفة العالية في إنجاز هذه المشاريع كثرة هذه الابتكارات التقنية داخل هذا المعرض تدلل على ضرورة الاهتمام بهؤلاء الطالبة وابتكاراتهم في ظل معيقات كثيرة يحاولون التغلب عليها محمد أبنموس الغد غزة فلسطين ترجمة نانسي قنقر